ترجمة نانسي قنقر قبل وفاة الزعيم الله يرحمه وفعلا وقتها معنتها ما كناش كانوا ثم إلا هو اليوم احنا في وضعيات مخالفة تماما اليوم باش نعمل اجتماع المكتب السياسي والمنسقي الجهويين ورؤساء القوائم اجتماع موسع باش نبدو ندارسوا فيهم معناها كل الاحتمالات الاحتمال الاول كما حكيت لك هو انه الحزب يعطي مرشح من داخله الاحتمال الثاني انه يتم التوافق على شخصية وطنية تفيد البلاد ونحن نجم يكون نجم يكون سيد عبد الكريم الزبيدي على اعتباره انه اسمه اليوم مطروح ينجم يكون هو ينجم يكون سيوسف الشهد ينجم يكون كل شخصية نعتبر واحنا انها باش تفيد البلاد وباش تقدم اضافة البلاد نحنا نمشو معها بدون حتى يعني واردنكم الزكي والسيد عبد الكريم الزبيدي او يوسف الشاهد وارد جدا لحنا المرحوم الزعيم المراحل يقول لاباتريا خدموا البلاد قاعدين يقدموا في خدمة جليلة البلاد بلنا مشصلنا نحن للخيار لخيار أحدا منهما تقديرك الشخصي تقدير الشخصي الذوز ينجموا في ذلك البلاد اللذوز ينجموا في ذلك الذوز خدموا البلاد بنفس الطريقة كما يوسف الشهد كما عبد الكريم الزبيدي والله ما عندي حتى أدنى شك أنهم قدموا كلهم من مكانه هي اللي نجم يقدموا الذوز خدموا البلاد الذوز وزوز معناها وطنيين ورجال دولة ومعنا حتى مشكلة سواء مع هذا أو مع ذاك نحن باش نمشي مع هذا معناه وربما زادة باش لربما يكون شخصية أخرى زادة هل ممكن يكون شخصية من داخل الحزب من داخل ولا حتى من خارج الحزب معناه ما زلنا احنا ما قررناش لكن ما نش مربوطين بشخصية واحدة مش وقاية معناه انت خبيت رئاسي سبقى بقدرة ربي نحن اليوم نبدأ المشاورات وباش نبدوها من داخل الحزب بعد باش ننتقلوا في مشاورات اخرى مع الأحزاب مع شخصية الوطنية شنو رايكم اليوم في الرزنامة الانتخابية الحالية وبعض الانتقادات في المخصص هذا الموضوع انه التدخل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية انه باش تصير البريمية تور من بعد انتخابات تشريعية ومن بعد دوزيام تور من تحال انتخابات الرئاسية والله الرزنامة فرضت نفسها والظروف العامة في البلاد هي اللي فرضت الرزنامة هو السير الطبيعي كان انتخابات تشريعية ثم رئاسية أولى ورئاسية ثانية بوه شائعة الظروف بعد المصاب الجلل وبعد الظرف هدايا أنه تفرض علينا اللاجندا هذه وإحنا ما عنا حتى مشكلة وإحنا ما عنا حتى إشكال تشريعية ولولا ولا تشريعية تتزامن مع الرئاسية ما عنا حتى مشكلة إحنا باش نشاركوا بقائماتنا في التشريعية باش يكون عنا مرشح من داخل ولا من خارج الحزب ومعنا حتى إشكال في هذا ما ينجمش يكون عائق بالنسبة نيداء تونس تعليقك باش نعطيك تصريح تعطيني عليه تعليقك في حوار مباشر مع تونس الرقمية نهار 16 جولي 2019 نشط السياسي عمر أصحابه قال بأن حزب نيداء تونس انتهى خاصة مع غياب شخصية وطنية قادرة على توحيد صفوفه قائلا الله يرحم نيداء تونس في إشارة منه إلى نيداء تونس انتهى بانتهاء مؤسس البيجي قائد يعيش ويرحم هو لمحاله وانا نحترمه برشا ولكن الكلام هذية انا ما يعنيني في شيء والكلام من نوع هذا انا من يسمعوش ومن جاوبش عليه برشا كلمات واحد اليوم يقرأ بغضنة بغضنة حتى في انه عنا زعيم توفع بغضنة بغضنة باش نتكلمه على الزعيم ونتكلمه على فضله وعلى تونس وعلى الإنجازات اللي قام به خرج وقال الإطناب في والاستغلال بالمعنى هذا معنى استغلال المناقب الفقيد هم بغضونا حتى على هذا والنداء سينتهي قريبا ها ولا يقرأ في كف أو بريمو راوسة اكستراوردينار ثم حاجات تسمع فيها مرات من أحسن أنك ما تجاوبش عليها وما تطيحش للمتاهات هذه وانتظاركم الانتخابات يعني قديش شنو اللي تحبوا تخلطولوا في الانتخابات القادمة تكون عندكم أغلبية برلمانية قديش معناه من مقعد وجودكم البرلماني كميش تحبوا يكون جيتك قبل هنا وأنا رفعت التحدي وقتلك راوس نيدا تونس سيكونوا رقما صعب ووراني ما زلت متشبث بيه هذي وما زلت نعاود لك فيه وما هوش من فراغ باش نكونوا اللي باش يحقق معناها خلافة اللي ما يقال هنا وهناك باش يحقق مفاجئة وإن شاء الله لأيام لساتة أكتوبر أنا نجيب أحداك وسترى أنه معناها نيدا تونس باش ياخذ على الأقل بين 40 و 45 سياج موفق يا سيدي شكرا لك حفظي أمين عام حركتاني دا تونس على كل هذه التوضيحات